اشتركوا في القناة ومعن موضوع التشنج المهبلي وصعوبة العلاقة الزوجية وازاي ده بيأثر على العلاقة الزوجية موضوع التشنج المهبلي ده للأسف بقى موضوع منتشر جدا يعني مشكلة مرادية ومنتشرة جدا فيه ناس كتير مش عارفة توصل يعيني لحلول لدرجة ممكن توصل البيوت للانهيار يعني وللطلاب ان شاء الله احنا هنقدم لكم الحل في الحلقة بتاعتنا دي يريد كل المشاهدين بقى يركزوا معينا كده وان شاء الله نتمنى لكم سنة سعيدة كده والاستقرار يعوم ايه كل البيوت بتاعتنا ان شاء الله يعني ايه تشنج مهبلي ده بيبقى عبارة عن تشنج عضلي يعني ايه تشنج عضلي تقلص شديد في العضلات بتاعة المهبل وبتاعة حاجة اسمها البلفيك فلور ماصل اللي هي العضلات بتاعة قاع الحود تمام يبقى هو تشنج في عضلات المهبل وتشنج في عضلات الحود طيب او عضلات قاع الحود وكمان العضلات الضمة بتاعة الحود فده بيعمل ايه بيمنع انه يحصل علاقة في المحاولات بتاعة الزوج انه يحصل علاقة زوجية في حالات بيبقى مش بس صعوبة العلاقة الزوجية لأ بديستحيل اصلا عمل علاقة زوجية الحود مقفول الرجل مقفولة من فوق العضلات الحود مقفولة معيه متشنجة جدا رجليها بتترعش في بعض الاحيان استحالة يحصل عملية الجماع أو عملية الإلاج أبدا لأن عضلات الحود وعضلة المهبل العضلة الأساسية اللي هي اسمها البيبوكسجاس مصر للإسم العالمي بتاع العضلة العضلة دي فيها تشنق عضل الطريق مقفول فهيحصل دخولي إزاي طبعا قطر المحاولات بيودينا للأسف لطريق مسدود إن الحالة النفسية بتاعتها وبتاعته بتسوق جدا والأمور بتبقى أشد تعقيدا تمام بينهم وبين بعض وهنشرح الكلام ده بالتفصيل دلوقتي طيب إيه هي أنواع التشنق المهبلي؟ التشنق المهبلي في منه نوعين نوع اسمه برايمري يعني أساسي يعني إيه برايمري؟ يعني هي عندها تشنق مهبلي من دي وان من أول يوم جواز ما حصلش علاقة ومش هيحصل علاقة لأن العضلة زي ما قلنا فيها سفيرس بازم تقلص شديد أو تشنق عضلي جديد من شدة التقلص إحنا نسمي الإسم العليمي بتاعه فاجينيزمس أي التشنق المهبلي ما قالش التقلص المهبلي تمام؟ الرايمري ده بيبقى موجود من الأساس عندها ممكن يكون لأسباب عضوية عندها تقلص العضلات ما هو عضلة المهبل يا جماعة وعضلة الخود الناس بس هي مش قادرة تفسر ما دي عضلة زي أي زي ما تسحي رقابتك واجعيك عضلة حصل فيها تقلص فعايزي جدا أنه يحصل فيها تقلص ويبقى جديد لأنه هي كمان ما بيتمش اكتشاف المشكلة زي جر ساعة تتجاوز لأن العضلة بتاع المهبل ما لهاش استخدام تاني فساعة ما بيحصلش اكتشاف للمشكلة بعد ما بنت بتتجاوز تمام؟ ده النوع الرايمري اللي هو بيبقى موجود من الأساس في نوع تاني اسمه ساكندري يعني يقول أنا حصلت أول يوم علاقة وبعد كده ما حصلش تاني وفي ناس بيبقوا متجاوزين مثلا بقالهم سنين وبعد كده يحصل تشنج مهبلي ده ممكن يكون بسبب مثلا أن عمليات الولادة وخصوصا الولادة الطبعية والخياطة في المكان ده تعمل لها ألم فضية فيبدأ العضلات بتاعتها مع الوقت مع الإحساس بالألم مع الإحساس بالخوف تبدأ العضلات بتاعتها يحصل تشنج إذا التشنج المهبلي احتمال يعني زي موارد حدوثه في أول الزواج ممكن يحصل في أي مرحلة من مراحل الجوز بعد العمليات اللي بتبقى برضه في المهبل كل الحاجات دي ممكن تسبب مشكلة التشنج المهبلي طيب هنبدأ نشرح إيه هي أسبابه يعني طب هو ده بيجي من إيه دكتورة التشنج المهبلي من أسبابه ممكن على فكرة يكون سببه يكون عضوي يعني عندها تزي ما شرحنا في الأول تقلص في العضلات سبب عضوية عضلاتها فيها قصر وفيها تقلص فده اللي عمل لنا المشكلة ممكن يكون نفسي حسمعت حكايات كتير خافت قوي في أول الجواز طريقة التخويف الأسرة للاولادها من العلاقة الحميمية مش هنقول العلاقة الحميمية وما بيعودوا يخوفون من العلاقة الجنسية فيبدأ الموضوع يأثر ويمر عندها حاجز نفسي ساعات الطريقة دي لا احنا بنعلم المفروض ان احنا بنعلمهم انه العلاقة الحميمية وعلاقة الزواج دي يعني العلاقة دي العلاقة الحميمية دي علاقة كويسة وعلاقة ممتعة وعلاقة حلوة بس احنا عندنا قيود شرعية وقيود دينية بتخلينا ان احنا نلتزم بيها وانه دا ما يحصلش جرئيه لما نتجوز لكن ما نعقتش الناس لدرجة ان الموضوع دا يعملهم برير بعد كده في حياتهم حاجز نفسي يبقى في حياتها تمام دا اللي احنا ايه هنشرحه دلوقتي ازاي نتعامل مع المشكلة دي يبقى يبقى هي دي الاسباب ما بين ان هي اسباب عضوية اصلا او اسباب نفسية طيب وزي ما شرحنا طبعا في النوع السكندري انه ممكن يكون عمليات حاجات زي كده تم فض جشاء البقارة بالقوة بطريقة يعني بطريقة يعني مش كويسة كل الحاجات دي ممكن تؤدي لتشنج مهبالي طيب خليني اشرح معيكم ايه هي المشاكل اللي بيتعرض لها الزوجين يعني عايزين نقول نقطة مهمة على فكرة كمان مش بس الزوجة اللي بيبقى عندها مشكلة الزوج كمان بيبقى مسكين في الموضوضة وعنده مشكلة مع الوقت لانه العلاقة الحميمية بتبقى مع الاتنين مش بتبقى مع طرف واحد فالاتنين بيبقى عندهم مشكلة تمام وعلى فكرة الامر بيؤثر على الطرفين مش على طرف واحد طيب خلينا نقول هما الاتنين طبعا احتمالي يعينوا من نقص او فقدان للرغبة الجنسية يعني يحسوا ان الرغبة بتاعتهم قلت ما بقيتش زي قبل الجواز او يعني خلاص مش عايز الموضوع ده وهي نفس القصة مش عايز الموضوع ده فيبدأ يبقى فيه ايه يعني مشكلة فان الرغبة الجنسية نفسها قلت عندهم في الأسرة طبعا عدم تاني حاجة ممكن تحصل عدم استقرار العلاقة الحميمية بين الزوجين هي دي حاجة ربنا محللها انه هي تهدي العلاقة اللي بين الزوجين وتقرب ما بينهم ده بيؤدي المشاكل في العلاقة الزوجية نفسها جو البيت متوتر بيتخنقه فيه عصبية فيه نرفازة فالدنيا تبقى معلومة انا ليه بضيف المعلومة بتاعة العلاقة الأسرية بينهم نفسها بتتلخبط عشان فيه يس بيقوفة كنين احنا مش هننفعهم مع بعض لا انتوا هتنفعهم مع بعض بسهيا المشكلة دي مؤثرة على بقية الجوانب انتوا مش في حالتكو الطبيعية انتوا اللي اتنين مش في حالتكو انت مش حاسس ان انت مستريح وهي مش حاسس ان هي مستريحة ومش حاسس ان هي يعني قامت بدورها كزوجة معيك وانت مش حاسس انك عملت العلاقة وعيش طبيعي زي بقية الناس فطبعا ده هيبقى مؤثر عليكو انتوا اللي اتنين فان شاء الله بعد ما بتتحلل المشكلة دي عشان كده انا بقولك كلام ده ان شاء الله العلاقة بينكم بتستقر وتبقى كويسة جدا المشاكل طبعا اللي بيتعرض لها الزوج وخلينا نشرحها لان دي ساعت بتبقى سبب ان هي تدخلهم بدوامة ايه هي الدوامة اللي ممكن يدخلوا فيها الزوجين طبعا هو بيقفية تشنق مهرباني وهي طبعا بعد ما حصل اول محاولة وتاني محاولة هي بدأت تخف وبدأت تمنعه وبدأت تزوء بقديها وبدأت تقفر رجليها وبدأت خلاص مفيش علاقة فده بيعمل حاجة اسمها توتر توتر نفسي في العلاقة الزوجية فده ممكن يخلي الزوج في بعض الاحيان يفقد انتصابه أثناء العلاقة فيبدأوا ايه ايه ده الزوج بيفقد انتصابه يبقى فيه مشكلة في الانتصاب لا هو تلو ما حصل انتصاب من الاول يبقى ان شاء الله خلاص مفيش مشكلة انت بتفقد انتصابك نتيجة الزق والشد والتوتر اللي حاصل يبقى هنا احنا ما بنتكلمش في مشكلة ضعف جنسي عند الزوج لا هي مشكلة التشنق المهبلي هي اللي قدت مع التوتر اللي حاصل في العلاقة وعدم استقرار العلاقة انه يخلي الزوج يفقد انتصابه أثناء العلاقة دي من المشاكل ممكن يتعرض كمان لها الزوج اللي زوجته بتوعيني من التشنق المهبلي في بعض الاحيان برضو ممكن يحصل معينا حاجة اسمها سرعة قصف يعني ايه سرعة قصف يحصل قصف سريع بسبب ايه انه هو الراجل يكون في حالة اثارة عالية مع توطر الشديد فيلاقي نفسه يحصله سرعة قصف فهو يعني يدخل في سكت بقى انه هو مش نورمال وانه مش طبيعي ويفضله بقى في التراك ولف عند تخصصات مش هي دي لها تحل المشكلة وفي الآخر ما بيوصلوش لحاجة وبيكونوا ضيعوا وقت ده فيه ناس بيجري بعد ما يكونوا مش في أول الجواز ده بيجري بعد ما يكونوا يعني بقى لهم سنين في التراك الكبير ده تمام يبقى يبقى دي كل المشاكل اللي ممكن يتعرض لها الزوجين اللي عندهم اللي فيه زوجة ساعتها عندها مشكلة التشنج المهبلي فيه مشكلة بقى كبيرة جدا نازم نتكلم عليها واحنا بنشرح يعني ايه تشنج مهبلي صعوبة التشخيص وإيجاد العلاج المناسب بمعنى ايه نروح لمين طب نتصرف ازاي طب احنا مش عارفين مين بيعالج المشكلة دي موضات اشنج عضلات فاهمني يعني مش عارفين حتى يتوجهوا لمين يروحوا لدكتور مين مين اللي هيعالج لنا المشكلة دي تمام فتبدأ معنا المشكلة دي تتفاقم والضيع يعني وقت وتحطهم هما الاتنين تحت سترس نفسي مش طبيعي وفي بعض الاوقات لو اتدخل الاهل في الموضوع المشاكل تكبر يعني خلاص بقى يعني ما فيش علاقة زوجية وبالتاني ما فيش اولاد كل حاجة بقى وقفة فطبعا المشكلة ان هما بيبدأوا يتوجهوا اول حاجة يعني بتيجي في بالهم ان هما يروحوا للتخصص مثلا دكتور امراض النساء او الدكاترة اللي هما بتوعي سيكسولوجي اللي هما بيعالجوا الامراض الجنسية هو ده مش مرض جنسي او مشكلة جنسية ده مشكلة في التشنك في العضلات فيروح لدكتور امراض النساء او لطبيب امراض النساء يقول له هو عنده حق بصراحة هو بس على الجهاز التنسولي للمرأة لها سليم فتنهال الاتهامات على المرأة في الوقت ده يعيني او على زوجة انها بتتدلع انتي بتتدلعي انتي ما عندكيش حاجة الدكتورة قالت او الدكتور قال ما عندكيش حاجة هي فعلا من ناحية النساء هي ما عندكيش حاجة جهاز التنسولي بتاعها سليم طيب طبعا هي ساعتها طبعا هي بيجدوا صعوبة ان هما يعملوا صنوار مهبالي وانه يعملوا وانهما بس بيقولك ان هي ايه لق دي خايفة لق دي بتتدلع لق دي مش عارف ايه فيوقدي التشخيص الغلط لتفاقهم المشكلة اكتر بين الزوجين ونسبب لهم في مشاكل اكبر بينهم وبين بعض يعني هو شايفة كمان يعني فوق المشاكل النفسية اللي هي بتمر بيها واللي هو يعني بيمر بيها كمان بتتدلع لا هي مش بتتدلع طبعا هي عندها مشكلة ومشكلة كبيرة وهي مش بقديها العضلة فيها تقلص الطريق مقفول فاستحالها هيحصل علاقة تمام فطبعا ده اول طريق يمشوا فيه غلط ان هما يروحوا زي ما قلنا الدكتور سكسولوجي يدي نصايح يدي تمارين تمارين مش هتفيد خالص في حالات التشنق المهبال يقولهم يعملوا تمارين التمارين اصلا بتعمل عبارة عن انكباط وريلاكسيشن في العضرات احنا مش عايزين نعمل انكباط في العضرات احنا عايزين نريلاكس عكس بقى احنا مش عادلة ضعيفة وبنقوية لا دي عادلة متقلصة واحنا بنعمل لها ريلاكسيشن فده بالاسف بيبقى برضو ايه بيبقى تخصص بايد حتى تخصص الامراض الجنسية الناس المتخصصة في الامراض ده مش تخصصهم برضو فالعيان يعني بيقع في التراك او في المشكلة بتاعت ان هو يخرجه يخرجه المشكلة ما تحلتش الا طبعا في بعض الاحيان فيه ناس بتبقى عارفة مين متخصص في علاج المشكلة اللي هو عندنا زي عندنا في المركز بتاعنا او في العيادة بتاعتنا فيه تخصص فالناس توجه العيان وفيه ناس بيبقى ما عندهمش ايه الخلفية دي فمن وجهة نظرهم الطبية برضو انه الجهاز التنسوي سليمي يبقى هي ما عندهش حيجة لا هي عندها حيجة بقى في تخصص تاني اسمها تشنج مهبالي عضلي ده تشنج يمنع حدوث علاقة زوجية يخلي العلاقة الزوجية دي تبقى مستحيلة انها تحصل تمام يبقى صعوبة التشخيص دي من المشاكل الكبيرة اللي بتقابل المرضى دولا او القابلز دولا انا مش بسميها مرض اكتر من انها مشكلة مشكلة مش عارفيني يعالجوها فين هو مرض بسيط جدا مش مرض عويس ولا حاجة وعلاجه بسيط بس المشكلة ان احنا نروح لمين ومين يعالجنا ونيجي لمين يعني دي المشكلة والسكك بقى بيمشوا فيها طبعا جرد ده كترة يقولوني احنا رحنا لشيوخ احنا افتقرنا مش عارفة ايه يعني يعيني الناس اللي بيبقى عندهم المشكلة دي حياتهم بتبقى متدمرة وبيمشوا سكك كتير او غلط وممكن يضيعهم مش بس شهور من عمرهم ده ممكن يضيع سنين وهما ماشيين في التراك ده وفيه ناس ما بتقدرش توصل الاسف لحل وبيتهم بيبوز وحياتهم بتبوز فان شاء الله يتلاقوا عندنا العلاج للمشكلة دي طيب خلينا نتكلم عن طرق العلاج الخاطئة ايه هي طرق العلاج الخاطئة في مشكلة التشنج المهبلي ان دي حاجة مشهورة اوي اوي طيب ايه هي طرق العلاج الغلط اللي بتتوسف لبعض الناس من ده من المقترحات وطرق العلاج الغلط اللي هو يقولك ايه احنا نحق ان العجلة دي خلاص هما اوكي اعترفوا قالوا انه فيه تشنج مهبلي بس يقترح انه هو ايه ان احنا هنعملك بوتوكس تيجي يعني تعمل البوتوكس ولا الهواء يعني ولا فيه اي نتيجة ما احنا شرحنا في الاول ليه بقى يا دكتورة مفيش نتيجة مش البوتوكس ده ركل عضلة البوتوكس ده عبارة عن مادة سمة المادة دي بتعمل ايه بتعمل شلل مؤقت خلينا نقول شرح دقيق بقى او شرح علمي ده عبارة عن سم بيعمل شلل مؤقت في العضلة طيب يبقى ده معناه انه الميكانيزم اوف اكشن انه هو هيشلل العضلة بتاعت المهبل خليش شلينا العضلة بتاعت المهبل يعني وضعفنا عضلة المهبل تمام اول حاجة احنا اتفقنا ان المشكلة دي مشكلة في عضلات الحود وعضلات المهبل فييجي الزوج يحاول يعمل علاقة مع زوجته يلاقي فيه مشكلة يلاقي انه مفيش علاقة بتحصل لان عضلات الحود فيها تقلص فشد عضلة المهبل بالرغم انك عملت لها شلل مؤقت تمام؟ فالمشكلة ما تحلتش ما حلناش المشكلة بالبوتوكس طب روح يعمل الجلسات يبقى اصلا البوتوكس من الاساس ما هواش الحل الصح يبقى خلينا نقول ان البوتوكس ما هواش الحل الصح ليه طب ليه هو ما يقدرش يحقن او اي حد ما يقدرش يحقن عضلات الحود هتتشل مش هتعرف تمشي لو حقن عضلات الحود ما هو ده احنا قونا اتفقنا انه انه دي يعني مادة سما فلو هو حقن عضلات الحود هتتشل فهو كل اللي يقدر يحقنه عضلات الميبل او عضلة الميبل اللي هي بيبوكوكسجيس مثل لان هي مش بتستخدمها في المشي ولا حيك بس ما بنحلش المشكلة ان عضلات الحود استيل فيها تقلص شديد جدا وبتفضل المشكلة زي ما هي يبقى احنا عملنا البوكوكس وما حلناش المشكلة يبقى ده من المقترحات العلاجية الخاطئة اللي بتتقال في مشكلة التشنج الميبل يبقى اذا البوكوكس مش حل خلاص بالاضافة طبعا انه هو مادة سامة فطبعا بتفضلي فترة شهور مش مستحف ان احنا يحصل حمل فبنعمل تأخير تاني لموضوع الحمل الحاجة التالتة اللي ممكن تحصل في مشكلة حقن البوكوكس برضو الحاجة التالتة اللي ممكن تحصل في مشكلة حقن البوكوكس انه على المدى الطويل ممكن يحصل حاجة اسمها stress incontinence يعني ايه تيجي مع الولادة بقى ومع السن وكده وتيجي عيني تاعة استقوح تلاقي نفسها ينزل منها نقطة بول ما هو احنا في وقت من الاوقات شلنا العضلة دي فعقف ورجع تشتغل التاني فده بيأثر عليها بيخليها تبقى ضعيفة ما تحسهاش في الاول لكن تحسها على المدى الطويل يحصل حاجة اسمها stress incontinence تيجي تكح تقتص ينزل منها نقطة بول خلاص طيب دي من الحاجات الشائعة جدا اللي أنا سمعتها وشفتها في حالات التشنج المهبالي وما جابتش نتيجة وناس ضيعت وقت واهضرت وقت وفلوس وكل حاجة عشان تحل المشكلة وفي الاخر ما تحلتش تاني حاجة من الحاجات الشائعة يقول لها هنعملك عملية توسيع فطبعا ندخل في مشكلة تانية اللي هي ايه بقى المشكلة التانية بعد ما عملنا عملية التوسيع طبعا ان هي الحجم او الكنتور بتاعها ديق او العضلات بتاعتها قوية والكنتور ديق دي ميزة فيها تمام دي ميزة بتزود الانتصاب عند الزوج اثناء العلاقة الزوجية وخصوصا كل ما الزوج بيكبر دي حاجة هتزود معها الانتصاب وتزود الاحساس بالمتع في العلاقة الزوجية فتفقد الميزة دي وفي الاخر للأسف ما حلناش المشكلة طب لي يا دكتور احنا وسعنا الدنيا ما هي المشكلة ما هي المشكلة مش في ان احنا نوسع الدنيا احنا المشكلة مش في ان احنا هنوسع الدنيا لأ المشكلة في ان زي ما شرحنا انه العضلات هي اللي متشنجة يبقى العضلات هي اللي فيها تقلص يبقى انا ما عنديش مشكلة في الكنتور يبقى انا ارخي العضلة وحافظ على الكنتور بتاعها زي ما هي يبقى العلاج ان انا هرخي العضلة احنا قلنا اول طريق غلط هنمشي فيه اللي هو طريق البوتوكس عشان احنا قلنا ان احنا بنشل عضلة المهبل بس عضلات الخود لسه متقلصة فالمشكلة بتاعتنا موجودة زي ما هي ما حلناش المشكلة تمام؟ تاني مشكلة قلناها اللي هي العملية اللي هي بتاعت توسيع المهبل احنا قلنا احنا مش عايزين نوسع المهبل احنا عايزين نحافظ على الكنتور بتاع المهبل بالعكس زي ما هو ونرخي العضلات ونحافظ على الميزة اللي عند الزوجة дدي مش عايزين نفقدها تمام؟ يبقى اذا المشكلة دي ما بتحل يعني عملنا العملية المشكلة مش هتتحل هتجيلي العيانة تاني هتجيلي دكتور أنا عملت عملية ومحصلش لأن العضلات هي المتشنجة المشكلة مش في الكنتور مشكلة مش في الحجم يعني مش في الوسع بتاع المهبل أو في الديق بتاع المهبل مشكلة أن العضلات هي المتشنجة فقفلة الطريق تالت حاجة برضو شفتها في العلاجات الخطأ اللي بتعطي تضايق علينا وقت كتير قوي على الفادي وما بتجيبش نتيجة خالص اللي هي حاجة اسمها الديليتورز الديليتورز العلاج ده بياخد وقت كتير قوي وبيضيع مننا طايم فضية الزوج بقى أو الزوجة يعني يفضلوا في المشكلة دي شهور بقى لحد ما يبقوا بقى لهم سنتين ثلاثة يدوها حاجة اسمها ديليتورز يعني ديليتورز يعني موسعات تتحط جوال ميبل بتبقى بمقاسات مختلفة يا جماعة ما هي لو هتقدر توصل للمقاس بتاع الزوج كانت دخلت زوجها على طول يعني فهي عندها مشكلة في العضلات فهي كده ما بتوصلش الآخر ميز وكده كده ما بتتحلش الأزمة وبنكون ضيعنا وقت كتير قوي على الفاضي يبقى دي الثلاث حاجات الخاطئة البتوكس وعملية توسيع المهبل والحاجة الثالثة الديليتورز ديلي هي استخدام الموسعات لا هي مش بتقدر في الآخر توصل وبيكتشفوا انهم ضيعوا وقت على الفاضي وبتفضل المشكلة موجودة زي ما هي للأسف طيب خلينا نقول ايه هو المطلوب من الزوج وايه المطلوب من الزوجة اللي عندها تشنج مهبلي عشان نتجاوز الأزمة دي المطلوب من الزوج في الأول نقوله لازم تفهم انه مراتك مش بتدلع خالص خالص هي عندها مشكلة حقيقية ومشكلة مرضية ومشكلة عضوية بسيطة جدا ان شاء الله ونشرح لكم دلوقتي طريقة الحل بتاعتها وطريقة العلاج بتاعتها فانت المفروض تبقى سبورت ديها وتدعمها نفسيا وتقف جنبها لحد ما تحل المشكلة دي معيها مش تبقى ضدها يعني انا بقولك تفهم انها ما بتدلعش خالص خالص احنا طبعا مديناك كل العذر على الوقت والستريس اللي انت مريد بيه وكل حاجة بس هي طالما مش بيقديها يبقى خلاص يبقى احنا نساعدها ونقف جنبها ونحاول نحافظ يعني ايه على الحياة اللي بينا وعلى بيتنا تمام دي النصيحة اللي احنا دينا نقدمها للزوج ان احنا الزوجة دي ما بتدلعش الزوجة دي عندها مشكلة هي عايزة العلاقة تحصل بس هي مش عارفة تعمل ايه عندها وجع وقلام فضيع وخوف لانها اتواجعت كذا مرة في الاول فمش قادرة تكمل العلاقة بالنسبة بقى للزوجة بنديها نصيحة دلوقتي الحمد لله في حل وفي علاج تمام وزوجك هيقف جنبك ومتفهم كل حاجة طيب بس خليني اقول ان التشنج المهبالي ده مع مشكلة صغيرة قد كده مشكلة الخوف اللي بتتولد نتيجة ان هي ايه اتواجعت مرة اتنين تلاتة فخلاص بقت خايفة بتزق مش عايزة متوترة رفضة كل حاجة رفضة العلاج رفضة الزوج خايفة من كل حاجة طيب خلينا نقول ان الخوف ده يعني طبيعي مشي انا خدت حقنا واجعتني لازم هخاف وده طبيعي جدا محدش يستي هيقدر يلومك في انك خايفة خلاص طيب بس خلينا اقولك ان الخوف درجات يعني ايه الخوف درجات الخوف الطبيعي ان انا اخاف من حقنا وابقى خايفة اخدها ده طبيعي لاني جربت الحقنا دي وطلعت دوة بتاعها تقيل جدا وبيوجع فطبيعي ان انا كل ما هيجي هاخدها هحس بخوف وفيه غرق بقى الفوبيا ان انا اوصل الخوف بتاعي الحاجة اسمها الفوبيا اللي هو تدخلي بقى في تراكل مرض النفسي فده يوصلك لإيه بقى الفوبيا دي هتوصلك لإيه ان انا عارفة ان الحقنا دي بتوجع بس وهرفض اخدها هرفض اتعالج وهرفض اخف وهرفض اعمل علاقة بقى بعد كده مع جوجي هرفض كل حاجة لا وبعدين الطريق بقى ده هيدخلنا في تراكل على جيل نفسي ومدة طويلة قوي وقد يكون وقد لا يكون لانه في الاخر اتخاذ القرار ان انا هحسم الموضوع ده هيبقى مني كينسي زي اللي داخل امتحان لو هو خاف خوف طبيعي هيسهر اكتر وهيعرف يعني هيهايبر شوية انه هو يخاف الخوف الطبيعي فهيخليه يسهر ويذاكر شوية لكن لو خاف اكتر من اللي زوم مش هيحل ولا كلمة تمام فاحنا مش عايزين ان الخوف بتاعنا يخرج من الاطار بتاع الخوف الطبيعي للفوبيا حق اكتخافي بس لازم تتحكمي في مشاعر الخوف اللي عندك دي عشان ما تتقلبش المشكلة النفسية تعوق العلاج دي الحاجة الوحيدة 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 بس اللي ممكن تعوق العلاج لكن جير كده ترامحنا متحكمين في نفسنا عايزين تعالج سايبين نفسنا ان شاء الله يكون العلاج بتاعنا مضمون طيب السؤال بقى لفاضل هل العلاج مضمون وإيه هي طرق العلاج العلاج ان شاء الله بتاعنا مضمون ليه بقى أي علاج بتعمليه بيتاخد ليه إياس يبقى ان شاء الله مضمون تمام ليه لأنه بقى أرقام بيقيس قبل وبعد احنا عندنا الجهاز اللي عندنا ده بيدينا بنعرف نقرأ بقوة انقباض المهبل إيه اللي هو قوة التشنج العضلي كانت قد إيه والارتخاء العضلي بقى قد إيه الجلسات عبارة عن ثلاث زيارات تمام بنعمل جلستين في اليوم أول يوم كل مرة بنبدأ الجلسة الأولى بتبقى على الحوض في الثلاث مرات أول مرة دي بقى بيبقى عندنا فيها أكتر من هدف الهدف الأوليني أن احنا نتطمن أن العضلة اللي مقفولة في الأول ومنع الطريق دي بعد ملاخينا الحوض أنه حصل دخول للبروب بتاعنا بسهولة تاني حاجة أن احنا ناخد قريتين على الجهاز يعني أي رقامين يقولوننا أنه فيه انقباض وفيه انبساط مش فارق معي الأرقام إيه هما في الأول بيتروحوا من 60 إلى 40 بعد كده بنقل واحدة واحدة تاني مرة بنوصل لعشرين المرة اللي بعدها بنوصل لعشرة خلاص هي كده بقت العضلة اللي هي آخر مرة العضلة كده بقت في الطبيعي جدا جدا العضلة بتاعتها بنعلمكم الوضع اللي يحصل منه العلاقة الزوجية لأن مش كل الأوضاع بنقدر نبدأ بيها حياتنا في التشنج المهبالي وبنعرفكم فترة التبويض لو احنا بنخطط لحم وان شاء الله ربنا يساعدكم كل سنة وانتو طيبين وفاصل هنطلعوا ونرجع لكم تاني نكمل بقية الحلقة مع دكتور أحمد اشتركوا في القناة